ايوا يا مايلو شبت يا عم مين بقى لندن عملة يا مايلو لندن عملة يا مايلو لندن عملة يا مايلو اكساب ده تشيلسي يا باشو عشان يبقى توتن هامو تشيلسي فى الدورى يعني لندن حمرى خالص صح يا مايلو؟ سلم بقى سلم علي الف الف مبروك انتصار ما تعرفش قد ايه مهم انتصار خلاك تقرب من شيلسي ثلاث نقط بدل ما كنت هتبعد عنهم تسعة وخلى يونايتد تستفاد معاك وتفضل عندها روح كبير قوي بعد ما برضو بقى عندها ثلاث نقط فرقى بين رابع واسبوع كانت صاب فيه وسون ميشي يعني توتن هام فى الحلاوة يعني الدورى والا خالص مبدئيا هبتدي بالفرقة كلها بصراحة عملوا حتة ماتش رجولي قبل بقى ما اتكلم بقى فنياته وبتاع عيار رجالة ولعبوا ماتش النهاردة غريب شوية امري النهاردة لعب ماتش تاكتكل ومن القلائل لما بنشوف ارسنل بتلعب بالشكل ده قوي لما نجيب جنين عادة بيدخل فينا وبتاعنا النهاردة طلعين بكلينشيت كلينشيت قدام تشيلسي فرقة كبيرة ياه يا اخي ياه ده يعني بتاكسب يا امري وكمان كلينشيت قلبي ما استحملش الكلام ده لازم لازم هبتدي طبعا بالدفاع وهبتدي بالراجل اللى مدتهوش حق وفى الحلقات اللى فاتت كوشيلني يا الله يا عم انا عارف انت بستني كوشيلني كوشيلني لعب ماتش عظيم جدا خد هازرد وقفل عليه وبتاعه وكان راجل جدا جاب جنب كدفه ودخل يا سلام يا قائدنا بس ايه وعدت غر اسمع مني والنبي يا ريس بس تسمع وبعد كده اسمعني بس عم كوشيلني جامد جدا بس اصلا لما كوشيلني كان جامد قبل الاصابة كان مصطفي بيلعب عليه الراجل كبر الراجل ممكن يعمل لك ماتش كده في ديربي وبتاعه يبقى خبرة جنب سوكراتيز زابط الدنيا لكن لازم تجيب مدافع اوعى بقى تقول لي كوشيلني هو رجع وده زي الصفقات الجديدة زي الكلام اللى كدنا بنسمعه لأ تمام ولعبنا حلو بس لا يعني لازم ما نتغرش قوي في حج كوشيلني ومش بس كوشيلني كوشيلني طبعا كان مفاجأة بس لعيبة ارسنل كلها كانت واقفة صح الود لكازات كان بيرجع كورة وأوباميانج كور على طول شفنا حتى الكورة اللى كلنا شكنا فيها انها وطلع ان هو جاب الكورة من هازرد بيدفعوا بقلبهم توريرا النهاردة لما توريرا يبقى بيلعب ماتش كويس تعرف ان ارسنل هتلعب ماتش كويس الراجل متمركز صح وقتل جورجينيو عارفوا على طول ان جورجينيو هو اللى بيحرك تشاكا ورامزي وتوريرا قفلين عليه خلاص قفلوا الدنيا وهازرد ممسوكه قدامه طبعا شيلسي خلينا نتكلم بصراحة عندها مشكلة كبيرة قوي من وجهة نظري عندهم احسن لعبين في الفرقة كانتي و هازرد ولا ده بيلعب في مركزه ولا ده بيلعب في مركزه كانتي بيلعب مفاجأة ان هو بقى يلعب دور هجومي اكتر ناسي الدفاع كانتي وبقى الدور ده لمستر جورجينيو الراجل اللى جايبه من ايطاليا و هازرد مبقاش يلعب وينجو وده قوته جدا هازرد على وينجو اصلا في الاقتحامات وفي الدخول وفي الرفع كل حاجه خطرته شمال بتلعبه مهاجم قد كده برضه هازرد معاه عيال طواله وبقى صراعه يعني مش مرتسكر بقى والحاجات الوسخة دي فالوضع اتقفل على تشيلسي على طول ارسن الامري لعبها صحة جدا واكتر دليل اللى انا بتكلم فيه ان تشيلسي خلاص رايح هتمضي مع هجويين الحمدلله اصلا احنا لعبناهم قبل ما يمضوا مع مهاجم صح ما عندهمش الفرقة بلا مهاجم عندهم جيروه مرطع ولا هلعبك ولا هلعبك فالناس راح هتجيب هجويين وعايزين طبعا يستمروا وما لسه فرق ثلاث نقط عن ارسنل ومنشستر يونيتد فالناس بتحاول النهاردة شفتنا ميزة كبيرة جدا جدا ان احنا معملناش فولات كتير ولا بنالتي ده حاجه طبعيه ماتش تشيلسي بنالتي وطارد ماتش تشيلسي انظار وطارد وابنالتي وفول الونسو جورد النهاردة امري الزاهر بيتفرج وعالج المواقف قالك لا ما نغلطوش تشيلسي بتلعب الكرات العرضية والكلام ده خطر فالحمدالله تعافينا منها وما دخلش فينا جوه لكازات النهاردة سترايكر عرفت يعني ايه سترايكر بيععف يخلصلك كوره اي مواجم على فكرة اي مواجم في العالم واحد هياخده بعد اما اتخذ لكازات هيوقع وابتاقى مون كدر حاكا ما يحسبها وما يحسباش الراجل فرفس ودخل وامشيطع في زاوية سم صح بماتشاط لكازات يجب يعبا حاكا سترايكر خسارتنا الأكبر بليرين الراجل طبعا ديه هتنكد على اي حد بيتفرج عرسنلاوي الراجل مفيش غيره والراجل السندي الحمدالله ابتدا يسترج لهو يلعب ويضبط مكانه بعدما كان بيلعب باكلفته وحاجات غريبة جدا طبعا بغض النظر على اللي بيعمله في سوالفه يعني مالناش دعوه بس الراجل كان شوية بيلعب هتبص عالبدايل مفيش طبعاً الاشتاينر دا أتمنى ما يتبصلوش لو سمحت إلعب بمثل النيلز يقولك على حاجة جرب جينكنسون لكن الاشتاينر خلق دي غلطة وجايب ببلاش الراجل اتفسح فصحيته يروح بقى عايز أشكر جداً جداً وأنا قلت غلطان إن أنا قلت عايزه يمشي رمزي أنا قلت على فكرة مع الإدارة في الأول بس اكتشفت من الراجل عامل كل اللي عليه الراجل قال لك أنا مش عايز أمشي يا جماعة جددولي لو سمحت عقدي وأنا قاعد معاك الإدارة قلت له لا ماشي الراجل قال لك أنا يا عم هلعب معاك لحد آخر السنة وهلعب رجولي والوقت بيتزحلق وأكنه مكمل مع أنا أربع خمس سنين قدام لا بجد الراجل يحترم لعيب يوفينتس كسبوه لعيب عنده جرينتة زي ما بيقوله هناك أنا متدايق لما بشوف رمزي بيلعب كده وعلى سبيل رمزي بقى اللي بيلعب وعلى سبيل محمد النيني اللي نزل فيه أزيل حدكة ما بيتبصلوش ودي نقطة مهمة جدا الراجل ده خلاص كده يعني أهو يعني أنت بتأكد إن ده ماشي بيقوله له رسمي وبيقوله الإدارة أنا مش عايزه ومرتبه غالي أوفر مش عايزين فطبعا بنسبة 100% أزيل لو ممشيش في يناير هيمش في الصيف ومعرفش ممكن أصلا يكمل ليه لحد الصيف تبقى برضو حاجة فقعة احنا بقى ليه ما بنلعبش كده كل أسبوع يعني ليه ما بنلعبش لو نجيب جون ونحاول نجيب التاني ونقفل ونلعب صح ليه كل الأسبوع ما بيشوفش ده ليه خسر الأسبوع اللي فات من وسط هام ليه؟ ليه نكت كده ليه ليه بقى بنفرح وبتزعل ترجع نزعل تاني ما نكمل على كده مطش مانشستر اللي جاي يوم الجمعة بتاع الكاس لازم تكسب ما قوله ولله لو لعبت بقى بشباب اللي هي اللي بتمزلها بقى من ناشئين ونيكيتا وتوتو ولشتاين لأ لازم تكسب مامشستر وهم كده فايرين انت تجبسهم وان انت لازم يعني هو ده في الكاس قامش في الدوري بس انت لازم بعد اما داخد شيلسي فرصة تاخد يونايتد ممكن تبقى عال انت نفسيا حليت نفسيا تنافس على اليوروبا وانت مرتاح ماتش هي بصعبة جدا يونايتد طبعا بسم الله ما شاء الله الله هو اكبر الله هو اكبر شغال قطر الواد راشفورد هنندم على كوشيال لننمطش اللي فات ده بس ربنا يستر ارسنل بتنافس دلوقتي الحمد لله يعني داخل اهو على شهر اثنين يعني لسه فيه امل في الدوري بفكر في الطوب فور اليوروبا ليك شغال الحمد لله الكاس عندي امل في اف اي كب لسه يعني مصر مليش دعم يمجمع على حد لحظتي هذا عندي فرصة في التلات بطولات اتفرج عليهم ميلو 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 مكتنعش بقى اللي قلته اللي عمي بقاش كان فاضي بقى كل الشكل بتقول كده طيب سريعا لو بصينا بقى على شكل الدوري يسيبك من الاول والتاني خالص ليفر بول و سيدي بيه دغضغوا في بعض ما انهاش دعوه احنا بنتكلم من الثاني من الثالث قصدي والرابع والخامس والسادس عندك توتن هام في المركز الثالث بـ 48 نقطة حلو ومن غير سنو كان حلو قوي حلو قوي الكلام ده طيب عندك يجي في المركز الرابع تشيلسي تحته على طول بـ 47 نقطة حلو قوي فرق 3 نقطة عن شيلسي يا باشا وفرق 4 نقطة عن الفراخ وانت حضرتك في المركز الخامس بـ 44 نقطة انت ويونايتد في المركز الخامس تقلعتك لك فهو صراع طبعا ازلي موجود لحد انا توقع لحد النهايات خالص ما بين الـ 4 فرق دول وهنشوف مين اللي هيكسب في الاخر شيلسي وارسنل عندهم ميزة كبيرة قوي انهم في اليوروبا ليج غير مثلا يونايتد و توتن هام اصعب جدا انك تتكلم ان هما بيتكلموا انهم يكسبوا لشامبيونز ليج انت فرصتك في اليوروبا انك تكسبوا لو ما تقهلتش رابع وثالث انك تكسب يوروبا وتتقهل على طول برضو تشامبيونز ترطلهم برضو طبعا يوروبا يعني رباني اصطر بنابولي برضو وتشيلسي اللي فيها يعني فيه فرق نيلة وانتر و... سؤال الحلقة بقى تفتكر ارسنل بعد ما اكسب تشيلسي ده رجعت املها هبقى فيه امل كبير انها تطلع في الطوب فور ولا ارسنل هتعتمد على اليوروبا سيبوا لي تحت في الكومنتات انا ساعت جدا جدا وانتو اكيد فرحانين معايا فهتدوني اللايك وهتدوني الشير وتعمل سبسكرايب وكفيها راسعا ونحددك